الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق نشرة رئيسة لأهم الأنباء أهلا بكم نبدأها بأهم ما فيها في زيارة غير معلنة وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد ويؤكد مستعدون للبقاء في العراق فاجعة جديدة في ديالا استشهدوا وإصابة عشرة مدنيين بهجوم إرهابي في المقدادية الموازنة ستصل إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي تقول الحكومة وتؤكد المواطن أولويتنا أهلا من جديد أكد رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الحرب ضد الإرهاب وضف السوداني خلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي أن نهج الحكومة هو اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي لافتا الانتباه إلى أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بحسب رغبة الحكومة العراقية لافتا الانتباه إلى أن واشنطن ملتزمة بالقضاء على داعش وهذا هدفها الوحيد من بقاء قواتها في البلاد القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة الحكومة العراقية ومذتزمون بالقضاء على تنظيم داعش وهذا هو هدفنا الوحيد لبقائنا في العراق سنستمر بتوفير الدعم للحكومة العراقية والتحالف الدولي عمل مع الحكومة العراقية من أجل القضاء على تنظيم داعش وأضف أوستين أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع لمواصلة المشاورات مع شركائها العراقيين لتحقيق أهدافها وتحسين حياة العراقيين مبينا أن العمل العسكري لوحده لا يضمن القضاء نهائيا على تنظيم داعش الإرهابي نؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة بينما ننضي قدما نحو عراق أكثر أمنا واستقارا وسيادة نتطلع لمواصلة المشاورات مع شركائنا العراقيين لتحقيق أهدافنا وتحسين حياة العراقيين كما نؤكد أن العمل العسكري وحده لن يضمن القضاء نهائيا على تنظيم داعش وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة تهدف إلى إعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق بحسب ما جاء في حسابه الرسمي بتويتر واتت الزيارة قبيل ذكرى العشرين للغزو الأمريكي على العراق عام 2003 وكتب أوستن في تغريدة هبطنا في بغداد مضيفاً أنا هنا لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدماً نحو عراقاً أكثر أمناً واستقراراً والسيادة إلى محافظة ديالا حيث أكد رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني حتمية إنفاذ القانون وأنه لا خطوط حمراء أمام تأدية الدولة مسؤولياتها وواجباتها جاء ذلك خلال لقائه وفداً من وجهاء وشيوخ عشائري محافظة ديالا مؤكداً متابعته المستمرة للجريمة الغادرة التي راح ضحيتها الطبيب أحمد المدفعي مشدداً أن من ارتكبها سيكون تحت طائلة القانون وأن دماء المواطنين أمر لا يقبل المساومة ولا التساهل معرباً عن ثقته بالدور الإيجابي الذي تطلع به العشائر ووجهاء المجتمع في ترسيخ السلم الاجتماعي وتعزيز القيم الاجتماعية هذا وشيع أهالي المقدادية صباح اليوم جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي في قضاء المقدادية وطالب الأهالي خلال تشييع الحكومة المركزية باتخاذ إجراءة فاعلة للحد من الخروق المتكررة التي باتت سبا رباً عفواً رئيسياً في تعطل مصالحهم فيما لوحت عائلات بالنزوح مجدداً بسبب التهديدات الأمنية وكان ثمانية مواطنين قد استشهدوا وأصيب اثنان آخران إثرى هجوم على مركبة شيخ عشيرة بعبوة ناسفة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالة وأذكر مصدر مطلع أن الهجوم كان بعبوة ناسفة تبعه إطلاق نار ضمن قرية الهزينية جنوب قضاء المقدادية وأسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة اثنين آخرين بينهم طفل وامرأة وبشأن الانتهاكات المستمرة في محافظة ديالة شدد تحالف السيادة على ضرورة وضع استراتيجية أمنية فاعلة للحد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها المحافظة أخيراً وأذكر التحالف في بيان له أن ما يحدث في ديالة من انتهاك لحرمة الدم وتحدي لسلطة القانون وما شهدته قرية الهزينية في قضاء المقدادية من جريمة إرهابية يستوجب وقفة حقيقية من المؤسسات الأمنية كافة لتعيد الأمور إلى نصابها وتقطع دابر الشر وتلجم صوت الفتنة مؤكداً أهمية رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل لجم جماح العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أن الجواز الألكتروني الجديد سيسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد على حد تعبيره وضف السوداني خلال افتتاح نافذة الجواز الألكتروني أن الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات فعالة لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وفي مختلف المجالات داعياً إلى عدم الاستعانة بالمعقبين في إصدار الجواز الألكتروني الجديد هذا وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي سيكون جاهزاً وسيرسل إلى ماجلس النواب بحلول نهاية الشهر الجهري وشار إلى أن موازنة العام الحالي ستنصب لتنفيذ البرنامج الحكومي سواء الخدم أو القطاع الخاص وأوجه رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني في وقت سابق بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات كما دعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني إلى استثمار موازنة 2023 لتكون موازنة تنمية حقيقية وتحويل الوزارات من استهلاكية إلى إنتاجية وقال كوجر إن إنتاجية الموظف لا تزيد على عشر دقائق في كل مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن دمج الوزارات لا يحل المشكلة لأنها ليست العقدة الأساسية فيما أشار إلى أن الترهل الوظيف موجود من أعلى حلقة إلى أدناها شهدت محافظة نينوى وضع حجر الأساس للمرحلة النهائية من عملية إعمار المنارة الحدباء التاريخية في مدينة الموصل القديمة وقال وزير الثقافة والسياحة والأثار أحمد فكاك إن منظمة اليونسكو عملت على إعادة بناء المنارة الحدباء إلى جانب إعادة تأهيل 124 دارا سكنية في الموصل وتأهيل عدد من الكنائس التاريخية التي تعرضت للدمار من قبل تنظيم داعش الإرهابي من جهتها عبرت مديرة اليونسكو عن سعادتها في جهود إعادة إعمار الرموز التاريخية الموصلية نزرنا الموصل القديمة وجدنا أن المنظمة قد تبنت إعادة تأهيل 124 دار سكنية تراثية فضلا عن إعمار الجامع النوري الكبير ذو المئذن الحدباء وكنيسة الطاهرة في حوش البيعة وأيضا كنيسة الساعة للأباء الدومنيكان إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في الموصل ونحن ننتظر منذ وقت طويل أن نعيد وضع حجر الأساسي للمرحلة النهائية لبناء منارة الحدباء وسألنا أهالي الموصل كيف تريدون رؤيتها واجهنا مشكلات وتحديات تقنية ونشكر جميع المهندسين الذين ساعدون في ذلك مزاد بيع الدولار في الأسواق لم ينتهي بسبب إصرار السوق الموازي على بيع الدولار بفارق كبير عن سعر صرفه حكوميا ما ولد إرباكا لدى التجار والمستوردين تفاصيل أوفاف التقرير الآتي معركة اقتصادية يأخذها البنك المركزي وجهة الساندة ضد السوق الموازي لبيع الدولار التجار ورؤوس الأموال لا يزالون حطبا يحترق بنار المضاربين في السوق اتحاد غرف التجارة في عموم العراق طالب البنك المركزي بتسهيلات ومرونة أكبر في التعامل مع إجراءات المنصة الألكترونية ويعادت النظر بسلوكيات بعض المصارف الأهلية لدعم التاجري والقضاء على فارق سعر التصريف فيحتاج البنك إلى تحديث ولا عمل والبنك المركزي لابد أن يكون هناك يقوم بتنصطيف هذه المصارف لأنها كلها في سلة واحدة وهذا خطأ كبير أن تكون البنوك في سلة واحدة لابد أن يكون هناك تصطيفات كلاسات موجودة لهذا وذاك البنك الذي لديه بنوك مراسلة ونفس الوقت التاجر لابد أن يدرك ويفهم بأن لا وجود شركات السيرف في تحويل إطلاقا كلما لجأ للصيرف فيكون هناك أكثر من 200 نقطة وبالنهاية ستكون منافسة بدأنا في أول منصة ب34 طلب أو تحويل الآن أكثر من 260 تحويل ما بين سعر الصرف المعتمد حكوميا وبين قيمة التداول للعملة الأجنبية أمام المحلية بحدود 20 نمرة أدخلت سوق التداول في حيرة وأوقفت قهرا بعض النشاطات التجارية مختصون يؤكدون أن هناك سعر وصفوه بالوهمي هدفه شراء الدولار لإغراض التهريب والاحتكار ولابد من إيجاد معالجات آنية بحسم الموضوع لصالح السعر الحكومي المعتمد وأقول لجنابك اليوم تلقى 154 تروح للأبو الصيرف ويقولك لا بيعكب 150 إذن هي سعر وهمي موجود في السوق يحتاج إجراءات أخرى من الحكومة العراقية على أن هؤلاء المتلاعبين أو المضاربين أن يكون لهم ردع كبير بما يقومون به طبعا أكيد هذول صار لهم 20 سنة أصحاب الصيرفات وأصحاب المطارف والمؤسسة المسؤولين بالدولة صار لهم 20 سنة يشتغلون على هالمسار هل صحيح يقبلون اليوم الطريق الصحيح والمناصة؟ نحن رجال الأعمال رجال السوق نقبل نريد منصة ونظام ونريد قانون ونريد استحقاق ونريد الناس كلها تستفيد وتتوزع الثروة بين الناس فيما عدت اللجنة المالية النيابية مسألة التباين بأسعار الصرف إلى إجراء وقتي لحين التأقلم مع آلية منح العملة الأجنبية عبر المنصة الألكترونية دعية للحكومة إلى توفير أقصى الإمكانيات للتجار ودعم سوق التداول بمنافذ بيع الدولار إلى المحتاجين له لأغراض السفر والعلاج وملاحقة محتكريه في إشارة لبعض المصارف والصيرفات غير المرخصة على الحديد قناة الفلوجة بغداد سياسياً على الرغم من الجدل السياسي المتصاعد بشأن قانون الانتخابات فإن الكتلة الكبيرة تتوقع تمرير القانون خلال الجلسات المقبلة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات قانون انتخابات مجالس المحافظات ما زال يشوبه الجدل وتدور حوله الخلافات رغم القراءة الثانية له داخل أروقة البرلمان أبرز الخلافات وحسب برلمانيين هي بخصوص اعتماد نظام سانت ليغو 1.9 فضلاً عن دمج قانون انتخابات مجالس المحافظات بمجالس النواب في وقت يؤكد نواب في الإطار التنسيقي أن التيار الصدري المنسحبة من البرلمان موافق على هذا القانون وسبق وصوت عليه من قبل اليوم قانون مجالس المحافظات هو قانون مقر بالدورة الرابعة بوجود الأخوة بالتيار الصدري وكان موافقين على هذا القانون لكن اليوم الاعتراضات الأكثر أنه هو إدخال قانون مجالس النواب مع دمجة مع قانون مجالس المحافظات ويعني إعادت الدائرة إلى دائرة واحدة بدل الدوائر المتعددة وأيضاً القاسم الانتخابي اللي هو 1.9 بالعشر الذي يرى المستقلون أنه لا يخدم وضعهم الانتخابي المستقلون الرافضون للقانون لم يبقى أمامهم طريق داخل البيت التشريعي سوى الاعتراض على القانون والضغط من خلال الشارع أو منظمات المجتمع المدني في ظل وجود نصاب قانوني كامل لتمرير القانون لا يوجد توافقات بالعكس تم رفض طلبنا في مجلس النواب والآن هناك تعاون وتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين ستكون هناك احتجاجات لأننا علينا كنواب يعني اتخذناه بقى الشعب من حق الشعب أن يمارس دوره الاحتجاجي وتظاهر السلمي حسب ما ده 32 وبين هذين الموقفين يؤكد بردمانيون أن القانون سائر نحو التصويت عليه بالأغلبية لحسمه وإعطاء الوقت لمفوضية الانتخابات لإجرائها في الوقت المحدد من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية ولترتيب البيت الكردي سياسيا تنطلق حوارات جديدة مكثفة بين حزبي البارتي واليكتي للخروج بمواقف موحدة لتجاوز حقبة الخلافات الداخلية منها قانون الانتخابات تقاسم عائدات الثروات النفطية والمنافذ الحدودية تفاصيل أوفى عن تلك الحوارات في التقرير الآتي تطورات مستجدات عديدة دارت وتدور داخل البيت الكردي خلال هذه الفترة فقد دعا رئيس الاتحاد الوطن الكردستاني باب الجلال طالباني جميع الأحزاب إلى الوحدة الوطنية والعمل على الحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي نأمل أن يتحقق شيء الاتحاد كما أسلفت رهن على ذلك لكن هذا يتوقف على مدى استجابة الطرف الآخر للالتزامات والاتفاقيات وحتى الاتخاذ العقلاني أساسا في اتخاذ القرارات أو تبني التوجهات السياسية ووضع الحزب الديمقراطي هو الآخر آلية لحل المشاكل مع الاتحاد الكردستاني تكون على أساس مبادئ الاتفاق السياسي والإداري ومنهاج الكابينة التاسحة لحكومة الإقليم أعتقد أنه الديمقراطي مصر على أن نصل إلى حلول وبالتالي من مصلحة الاتحاد الوطن الكردستاني أن يتم الاتفاق وأن يتم تجاوز الخلافات الموجودة هذه الحوارات تكتفت خلال الفترة الأخيرة بعد تصاعد حدة الخلافات بين البارتي واليكتي خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات في كردستان والتلويح بانفصال السليمونية وحلبشة وقرميان عن الإقليم وتقسيم عائدات الواردات النفطية والمنافذ الحدودية في هذه المرحلة نحتاج أن يكون لدينا كلمة واحدة صف واحد موقف معبر عن إقليم كردستان أكثر ما هو معبر عن كل حزب بحده لأن التوافقات إذا صارت بين حزب واحد وبغداد من السهولة الانقلاب عليها وخاضت الأحزاب الكردستانية على مدى سنوات طويلة اجتماعات مكثفة في أربيل وأخرى في السليمونية على أعلى المستويات لتقريب وجهات النظر وتجاوز جميع الخلافات الداخلية بما فيها توزيع المناصب السيادية في المركز والإقليم بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل في حادثة أثارت استياء الأوساط التدريسية والشعبية في محافظة النجف تحقق مديرية تربية المحافظة بقيام إدارة مدرسة أهلية باحتجاز عشرات التلميذات بسبب تأخرهن بدفع الإقصاط التربية قبل التعليم هذا الشعار يرفع في جميع المدارس لكن مدرسة أهلية في النجف خرقت هذه القاعدة حيث احتجزت إحدى مدارس النجف الأهلية أكثر من مئتي طالبة لساعات تحت أشعة الشمس دون أكل وشرب في تصرف لا يمتل الإنسانية بصلة داخل ساحة المدرسة والسبب هو عدم تزديد طلبتي للأقصاط الشهرية البارحة أجني الساعة حوالي 12 ونص فأجني يبتشن وحالة كل اجتعبانا وبنتي عندها شقيقة راسها يوجعها ماما شون اللي صاروا ياكم قالوا ماما حبسونا على أي اساس حبسوكم؟ طبعا أنا دافع القصد قبل أربعة يام عنده الوصولات رح نحاتينا يا بلت لش بخلي أولادنا حابسهم يعني أنت تتحمل مسؤولية هذا اللي مريضة فرضا الطفل بصرع فرضا الطفل بفد مرض ماذا تخلي تحت أشعة الشمس ساعتين من العشرة إلى 12 ونص صحانا بالأسماء بعدين ودونا للساحة الزغيرة بعدين ودونا للساحة الزغيرة بعدين ودونا للساحة الشبيرة بعدين ستدوا الباب علينا بعدين قلتوا له عادة أختي تروحوا للحمام هما ما هي قبلها ولا خلونا نجيب الجناط ولا هاي نجيب ماي شون السبب اللي خلال المدرسة يسون ياكم شون يريدون معدكم لهاي فلوس هالقصد يعني عام القصد خلوكم ساحة اي بلهاي الحروف وقاها أنا بياها شقيقة يعني رأسها كل جديد قابي أذيني انتو وقتش بمدرسة كنتو اي مديرية تربية المحافظة أكدت تشكيل لجنة تحقيقية في الحادثة مشيرة إلى أن أجراءات اللجنة قد تصل إلى سحب الإجازة من هذه المدرسة في حال ثبت تعديهم على الطلبة وصلنا أخبار اليوم أن أحدى المؤسسات الأهلية قد تجاوزت على طلبتنا الأعزاء وإخراجهم في الساحة بحجة عدم دفع المبالغ ولذلك أحلنا الموضوع للجانة التحقيقية سنتخذ العقوبات القاسية بحق كل من يعتدي على طلبتنا الأعزاء لا يمكن موضوع دفع الأموال موضوع خاص بالمؤسسة هناك إجراءات لإستفاء أموالهم لكن تجاوز على الطلبة تجاوز على حقوقهم هذا غير وارد وغير ممكن إطلاقا ستقول هذه اللجنة التحقيقية وقد تصل إجراءاتها وتحقيقاتها إلى طلب من معالي وزير التربية بسحب الإجازة في حال ثبت هذا التجاوز على طلبتنا الأعزاء تصرفات وحشية مارستها أحدى المدارس بحق أطفال لا حول لهم ولا قوة في مكان كان من المفترض أن يتلقى فيه طلبة التربية قبل التعليم بانتظار ما ستقرره وزارة التربية بحق هذا الخرق الواضح من النجف طهر العساف قناة الفلوجة ها هي الحرب غيرت معالم المدن وأدخلت سكانها في حزن دام طويلا فما أن انتهت الحرب منذ ثماني سنوات حتى برز ملف المغيبين لتتجدد مطالب ذويهم بكشف مصير المفقودين وتعويض عائلاتهم المتضاررة زاوية مظلمة وثقت القسوة والفقدان ولكن بصورة أعمق في قصص المغيبين والمفقودين في محافظة الأنبار مناطق غيب أغلب رجالها عنها فناحية الصقلاوية وحدها فقدت أكثر من 1500 شخص أما منطقة البعكاش فغيب عنها 750 رجل ناهيك عن آلاف المفقودين في الرزازة ومناطق غرب الأنبار طالبهم بالنظر إلى هؤلاء العوائل من خلال جعل حصة في التعيينات أو في دعمهم برواتب المفقودين أو حسابهم حساب الشهداء لأن لحد الآن لم نرى التفاة الجادة لا من الحكومة المحلية ولا من الحكومة المركزية علما بأنهم يعانون ما يعانون من الألم الفراق والحاجة خاصة في هذه الظروف الصعبة وعلى الرغم من محاولات وجهاء وشيوخ العشائر في تلك المناطق للوصول إلى مصير أبنائهم بعد إن طرقوا أبواب الجهات الرسمية لكن محاولاتهم باءت بالفشل ولم تنجح في الكشف عن مصير أبناء المناطق المحررة اليوم نطالب الحكومة المحلية خاصة اليوم هؤلاء العوائل لهم استحقاق مادي ومعنوي ولكن اليوم لا يوجد أي ظهور على وجه المستمع أن يكون هؤلاء أين ذهبوا وأين يجدوهم اليوم نطالب الحكومة المحلية أن تكون لهم حقوق في دوائرهم اليوم هناك هذه العوائل لديها خريجين يجب أن يتعينون في الدوائر الحكومية ويجب أن يكون لهم الدور للبارز لأن لهم الحق هؤل المفقودين يجددون المطالبة بكشف مصير أبنائهم أولا إن كانوا أحياء أم أموتا فإن كانوا على قيد الحياة فيجب أطلاق صراحهم في أسرع وقت وإن كانوا أمواتا فحقوق أبنائهم ووضع امتيازات لهم بالدرجات الوظيفية أو بقطع أراضي يصبحوا واجبا على الجهات المعنية وبحسب تقديرات منظمات مهتمة بملف المختفين قسرا فإن أكثر من 15 ألف مغيب ما زال مصيرهم مجهولا منذ أكثر من عشر سنوات في الأنبار لتبقى أسرهم بلا حقوق حتى الآن من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة يبدو أن محافظة ذيقار ومدنها الأثرية على موعد مع اكتشاف آثار وكنوز جديدة مع اقتراب وصول تسع بعثات تنقيب دولية إلى المحافظة التي أصبحت وجهة للسائحين الأجانب والمحليين تفاصيل أوفا في التقرير الآتي أكثر من عشر بحثات أجنبية نقبت خلال الموسم السابق في ذيقار المعروف باحتوائها على مئات المواقع الآثارية المهمة المرتبطة بفجر الحضارة الأولى حيث اكتشفت معابد وحانات والكثير من القطع الآثارية التي أضافت الكثير لدراسة التاريخ القديم لتعود البحثات في الموسم الحالي للبحث والتنقيب إذ وصلت بحثة التنقيب الإيطالية إلى مدينة أريدو وبانتظار تسع بعثات تنقيب في الكثير من الأماكن في المحافظة ما يقارب إلى عشر بحثات من دول أجنبية مختلفة منها البحثة الإيطالية، الفرنسية، البريطانية وحتى الأمريكية وكل هذه البحثات تنتمي إلى جامعات عالمية مثلا جامعة شيكاغو، جامعة بن سلفانية لذلك هم حريصون على العمل والوصول إلى أفضل نتائج انتهى الموسم بنتائج طيبة الحمد لله فمثلا في مدينة أريدو وصل المنقب بفرانكو إلى نتائج طيبة فمثلا وجدنا هياكي العظمية قديمة، فخاريات، قطع مرمرية كلها تعود إلى عشر العبيد فيما أعلنت إدارة مدينة أور الآثارية وضمن مشروع تأهيل مدينة أور السياحية عن نصب كاميرات مراقبة في جميع أماكن المدينة الآثارية لحماية المدينة من السراق والعابثين كما تبرعت منظمة جسر الإيطالية بطباعة لوحات تعريفية تحتوي على باركود لسهولة معرفة تاريخ المدينة وآثارها من قبل السائحين القادمين إلى المدينة الآثارية عمل لوحات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية عملت في إيطاليا ونصبت حاليا في مدينة أور لمعظم المعالم الآثارية الموجودة في مدينة أور وكذلك عملنا على عمل باركود لموقع مدينة أور على الجوجل فيما تشهد مدينة أور توافد العديد من السائحين الأجانب ومن مختلف الجنسيات للاطلاع على تاريخ العراق القديم حيث تعتبر مدينة أور من أقدم الحضارات على وجه المعمورة والتي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد لتكون مقصدا للسائحين والباحثين أنا سائح من الصين جئت إلى العراق منذ خمسة أيام وهذه المرة الأولى التي أزور بها العراق ورأيته بلدا جميلا جدا العراقيون هنا شعب شغوف للغاية المواقع الأثرية هنا رائعة أيضا وتعود إلى حقب زمنية تمتد لآلاف السنين ونترقب لزيارتها جميعا هنا في جنوب العراق المحافظة التي شهدت بحثات تنقيبية مختلفة ما زالت تمتلك المئات من المواقع الأثرية التي لم تكتشف بعد وحتى التي اكتشفت لم تحل أسرارها الكاملة رغم المواسم التنقيبية الكثيرة لتكون ذيقار من وجهة منقبين مدحفا كبيرا غائرا تحت التراب من ذيقار سعد الركابية قناة الفلوجة قتام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها في زيارة غير معلنة وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد ويؤكد مستعدون للبقاء في العراق فاجعة جديدة في ديالة استشهاد وإصابة عشرة مدنيين بهجوم إرهابي في المقدادية الموازنة ستصل إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي تقول الحكومة وتؤكد المواطن أولويتنا والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة والتيفي أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بعافية